مانشستير يونايتد واجهة FC20 في اليوروبا ليغ البارحة في الليل واليوم نتكلم عن خمس اشيات علمناها من هذه المباراة اول نقطة فريق مستواه عادي من كل النواحي اذا نريد نتكلم عنها بشكل عام فريق مستواه عادي ما عطانه مستواه جيد حتى من ناحية الكرياتيفتي من ناحية الوسط والهجوم ما كان موجود حتى في الدفاع ما فيه كلينشيت واجابوا لنا علينا يعني قول كان سهل بسيط في كل حالات نحن ينهل المباراة قلنا يوروبا ليك منلعب في اليوروبا ليك فسهل سهل علينا عيتد صح تعدنا يا كريست البلاس اخر المباراة بس هي في اليوروبا ليك الحين مناخذ الفورم مرة ثانية يعني منجيب اقوال منستانس في المباراة عشان بعدين منرد لتوتنها منكون اوكي بس يوروبا ليك ترى اوكي بسهلة المباراة سهلة لا 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 ما بسهلة لان الفريق مستوى عاد فكيف بيكون مباراة سهلة ما بتكون مباراة سهلة كانوا مريحين النقطة الثانية ايركسن مستوى جيد ما حطيتها ممتاز حطيتها جيد ايركسن انا ما شفت حد ثاني كان مستوى جيد لانه هو الوحيد اللي جاب القول وحسيته يعني كان ساير للفينيشن كان ياي للكرة بشوتها صح شايتنا قو وحطنا بلايسن عدل فمستوى جيد صح بعدين غلط عطانا عطاهم قول بسيط يعني بس هذه كانت مشكلة في كل الفريق يعني بس هو قارتل اللي بمكن اقول لنا لا شوفوا شوفوا بس هو قارتل اللي سار لها ترى الفريق كبرا الباقي مهم احد قدر يلمس الكرة يعني لو عب واحد يالس يركض يعني ش السالفة صح ايركسن لازم ياخذ علاقة ليشوف حوله يعني بس حتى لو تشوفون دياغو دالت كان واقف شاي يعني قريب بنا مو بنا بياخذ خطوة على ورا بيستلم الكرة عيسى بيكامل لا لا يورب بليق نحنا يعني هداوة هداوة يا الشباب ما يحتاج لنستعجل ازين الدفاع لازم يكون شوي عندك مو مشكلة بس ايركسن مستوى جيد لانا يوم يشتري الملكرة في النص انا بالنسبة لي يقدر يقدر يشوف الملعب كامل يقدر يلعب باس صح يقدر يعني يمشي كرة بالملخص فانا عايبين ايركسن بس بسبت هالقول وبعدين طلعا في الشوت الثاني يعني توقعي ان ما بيقدر يلعب في البريمير ليج بس خلا نشوف لانا يعجبني في النص صراحة احس عنده ونسير لنقطة الثالثة دييغو دالوت ضايع ممكن لانا النفس اللي قلنا في اليوروبا ليق ومريحين فتحس عادي يعني مو بان اليرجنسي ولا متحمس انه بياخذ الكرة بصير ويهجم ولا الفريق الثاني بضغطن فلازم نحو سبازي ادعى الكرة لا فأول الشوت يعني كانوا رافعينها الكرة طالع بره الكرة طالع بره تقدر تخليها بره صح بس لا هو قال بيردها على وراء وبيقدر يكمل بيبني هجمة كامتر اتاكا وشي دييغو دالوت في مباريات قبل اوكي يسويها ما بيقول لك لا يقدر يعدي اللاعب الذي قدامه بس يعني هالطريقة يعني تقهر ما لا داعي فأنا أشوفها ضايع يعني قال لا هذا يعني في الدفينيتي في اليوروبا ليك عادي تقدر تسويها الحركة بس كان بيعطيهم قول مفروض كانوا يسجلونها يعني كانت سهلة ونانا المشكلة ونانا ما تحسها بيصد الكرة حتى يعني كانت في القول بيصدها لا فهي يعني ما يشتي يدفوع ماشيستر رينايتد يعطوهم فرصة بحس سهولة يعني كنا نشوفها في مواسم قبل مواسم الجطاف وعلى سول شاير يعني هذا أكيد بس يعني مو مقبول مو مقبول النقطة الرابعة مارتينيز وديليغت غير عنتي ما بغي حرفيا ما بغي غير عنتي مارتينيز يلعب واجزين بس ويا مقواير اتفاع يعني بنفس هذه اللقطة اللي يابو فيها القول يعني كيف مقواير كيف خرق كيف خرق وطاف منك وفي أصلا لعب براك يعني مارتينيز تلغت لا غير لنيورو إذا رجع من اللي صابه ويلعب زين ممكن أقدر أحطهم في ستارتين 11 يعني بس غير عنتي ما بغي غير يعني تقدر تناقشني مقواير وإفنس تقدر تحطهم هاي تقدر تحطهم بس مباريات يعني ضعيفة ما يحتاج الكرياتيفتي من ليساندرو مارتينيز ولا كان ديلغت يعني إذا كنت بتهدي مبارا بس مارتينيز ومقواير لا مارتينيز ويأي حت كان غير ديلغت اسمحلي حتى لو ديلغت غير مارتينيز بعد اسمحلي خاصة لو تبغي تفوز مبارا لو ما تبغي تفوز مبارا أوك بس يعني واخر نصير للنقطة الخامسة وهم نقطة أنا شوف هجوم تعبان هجوم تعبان حرفيا تعبان من وسط الهجوم برونو تعبان آخر لقطة يعني هاي يوم وقارتة ردها يعني كاتباك يسمونها شو تشاته برا على أقل في القول على أقل في القول يوروبا يعني على أقل في القول بس لا برا كم شو حتى كريستال برا سيت تشيت شو تقريبا بس مو بس عن برونو راشفورد شو هجمك سواه عدل وكان يعني ممكن يسجل قول هاي تم يعدي يبين عليه ان الكون راجع له بس نحتاج قوال ديالو كا يلعب قرناتشو حتى زيركشي ما شفت اي حد منهم ممكن يسجل قول هاي زيركشي ممكن فرصة واحدة بس هذي اللي عدها يشي يسو عمرها بصير بالريلة اليمين بعدين خداها بالريلة اليسار عد المدافع وشاتها في التسعين لعليسار لكن الحارس شلها المشكلة اللي اردها النقطة يعني لو انا كان في القول اتوقع هذي 95% قول كانت هاي للأسف لكن هاي بغير عن هالفرصة ما شفت يعني اوكي واركسي بس اركسي كانت الفرصة بالغلط يعني دالوت كان نحاول يعني يعدي ردت بالغلط شي من دفاع شي ضربوها فاشاتها الشوتا كانت صح بس الهجمة ما كانت مخطط لها خير شرع ويعني تفكر ان اليونيتد يصنعون وائد فرص انا ما شفت فرص وائد في المبارة وحتى لو صنعوا وائد فرص ما تحس بان بسجلون القول ممكن بس هذا الليفل اللي اليونيتد تحتاجه لو سووا هال الليفل يكون وائد الفريق بيتحسن بس ان المهاجمين برونو ما يحتاج يستعجر على كل شوته راشفر يقدر ياخذ راحته حتى اماديالو نفس الشي يقدر ياخذ راحته اقرناتشو يقدر ياخذ راحته ويسجل قوال بس اذا ما حد سجل قوال والله لحين دقيقة ثمانين يلا بسرعة بسرعة يلا للأسف فبس هال الخمس رقاط اللي أنا اتحلمتها اذا عجبتكم هالطريقة في تحليل المباريات سألو لي سبسكرايب ولايك عشان اعرف انها عجبتكم واسوي من هالطريقة بعد وشكرا على المشاهدة وانشاء الله اليونيتي تتحسن خاصني في رجوم وشكرا